المغنية نيلي مكدسي بعد ما كان الكليب بتاعها بيهز الوطن العربي بسبب جرئته حصل لها مشكلة صحية نادرة مش بتحصل واثرت على شكلها وملامحها وغابت بسببها عن الوسط الفني كله وبعدت بعد اللي حصل لها جسدياً وكمان نفسياً لحد ما حصلت معجزة لها في الكنيسة رجعتها للحياة من تاني فاكرين كلنا طبعاً المطربة اللبنانية نيلي مكدسي اللي كانت واحدة من أشهر مطربين الألفنات واللي كانت كليباتها بتقلي بالدنيا علشان جريئة شوية ثلاثة بس فجأة طريقها ماكملش وقالوا خلاص رحت عليها وكبرت وما بقاش عندها لتقدمه تاني بس الحقيقة ما كانتش كده خالص بالعكس دي كانت عايزة تغني وتبدع بس اللي حصل معها فجئها وما كانتش متوقعة أبداً وهو إنها حراريتها عالية طول الوقت وما بتقدرش تقوم من السرير من كتر واجع جسمها ورغم إن نيلي مكدسي معروف عنها إنها شخصية قوية ومفيش حاجة بتهزمها بسهولة بس مع التعب ده كان الموضوع مختلف لإنها عانت منه لمدة سنة كاملة ولو ما أخدتش العلاج كانت بتفضل تعبانة حالة نيلي مكدسي الصحية حولتها لشخص نفسياً مش قادر إنه يواجه حد فكررت إنها تبعد عن كل الناس سواء كان أصدقائها أو الوسط الفني اللي هو شغلها وحياتها الحالة اللي وصلت ليها نيلي أقنعتها إنها خلاص تدمرت ومش هترجع طبيعية من تاني وأي حاجة ممكن تخرجها من اللي هي فيه صحياً ونفسياً هتبقى معجزة وفعلاً المعجزة حصلت اللي مكدسي خفت من الفيروس النادر اللي أصبها بس مش هتصدق ده حصل إزاي إيمانها بربنا خليها تكرر تخرج وتروح الكنيسة رغم تعبها الشديد اللي خلها تروح أقرب كنيسة ليها من البيت وفعلاً راحت وقعدت مع قصف وهو ما سبهاش وصلى ليها ودعا ليها أدعية معينة غيرت حياتها لدرجة إنها وهي خرجة من باب الكنيسة ورغم يأسها الشديد وقتها حست إن حالتها هتتحسن بشكل مفاجئ بعدها كانت زيارتها للدكتور اللي بيتابع حالتها واللي طلب منها فجأة إنها توقف كل الأدوية اللي اتخدها علشان حالتها تحسنت ومن وقتها حررتها مرتفعتش تاني ومن وقتها هي مؤمنة إن اللي حصل لها ده معجزة فعلاً الوقت اللي تابت في نيلي كان قابل فيروس كورونا على طول وبعد ما الفيروس النادر اللي أصابها ده حصل وبعده كورونا اضطرها تختفي بشكل أكبر وإنها استفكر إنها فعلاً مش راجعة تاني وده لإنها كانت مخبية على الناس حقيقية تعبها استرغبتها في إنها ما تظهرش ضعفها قدام حد وكمان ليها وجهة نظر إن الفنان بالصح يظهر حياته الشخصية للناس وخاصة لما يكون فيه جزء ضعيف لإن دور الفنان في الأساس إنه يبسط الناس على ناحية تانية نيلي ليها طموحات محددة في الراجل اللي تحبه وترتبط به وأهم حاجة يكون عنده فلوس كتير وده شيء أساسي ما فيهاش تفكير خالص وده علشان هي شخص متطلباته المادية كتير جداً وعيش حياتها تعمل شوبينج وأياً كان نوعه بقى يعني ممكن ساعات أو قد تكون عربيات نيلي مقدسي بتعمل شوبينج عربيات وده لإنها عندها هوس بثلاث حاجات هي الساعات واللبس والعربيات وعلشان الراجل بالنسبة لها سند فالسند المادي هو أهم حاجة ولازم تكون حاسة معاه إنها عيشة في أمان نيلي عايزة ترجع للوسط تاني وده فعلاً اللي بدأت تعمله بإنها تنزل أغاني جديدة ليها وكانت آخر حاجة ليها دوسي عالي واللي كانت فيها بتحاول ترجع لرونقها من جديد سواء باللبس أو الرأس وبتقول عن طريقه أنا رجعت تاني المكاني اللي كل الناس عرفاني بيه وكمان رجعت نور تاني على سوشال ميديا الخاصة بيها بعد ما كانت منقطع عنها بالشهور وتفكر الجمهور بيها من تاني